تقول أنا استمعت إلى جوابك فيما يتعلق بطرحة الصلاة في خصوص حدود الوجه يعني تريد تقول يعني نحن طوال حياتنا يعني يظهر شيء من أسفل الوجه الرأس مثلا تقول هل صلاتنا غلط يعني كل هذه السنوات أم عبد الله بارك الله فيك أولا اطمئني صلاتك صحيحة ولله الحمد هذا الأمر الأول فلا تقلقين في مسألة الصلاة لأن المسألة لو ذهبنا إلى أقصى نقطة على أنه والله خطأ فإن الإنسان معذور بالجهل والإنسان معذور بالخطأ فالله جل وعلا يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي عند مسلم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه المسألة الثانية أكرر وأعيد فيما يتعلق بحدود الوجه بالنسبة للإنسان الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس يواجه به الناس الفقهة رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء لما تكلموا على حدود الوجه في الوضوء ذكروا بأن الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا من الأذن إلى الأذن عرضا إذن المرأة يجب عليها أن تغطي أذنيها يجب عليها أن تغطي أذنيها ولا يجب عليها أن تغطي خديها مثلا يعني هذه منطقة الطرحة هذه منطقة الأذن من هنا هذا الوجه تظهرين وجهك يعني لو وضعت الطرحة على وظهرت الأذن لا نقول لك أخطأتي لاحظتي واضح أظهرتي الجزء من الأذن نقول غلط ليش؟ لأن حدود الوجه من الأذن من ابتداء الغاية إلى الأذن الثاني عرضا ومن منابة شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا من منابة شعر الرأس يعني المرأة التي تطلع شعر رأسها فصلها نقول لا كشفت عن رأسها وصلاتها باطل إذا تعمدت إذن من منابة شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين هذا الملتقى اللحيين هذا الذي الإنسان مطالب بأن يغسله بالنسبة لمسألة العنق هذه من العورة في الصلاة مسألة العنق من العورة ولذلك المرأة تضع الطرحة بهذه الطريقة هذه الطريقة التي تضعها يا أخت الفاضلة ما تضعها بهذه الطريقة وتظهر شيء من عنقها لا وإنما تضع بهذه الطريقة يعني الحنك هذا يبان لكن الطرحة هذه أو أي شيء يسمونه اختلاف المسميات تكون بهذه الطريقة أنت طلبت بشكل عملي وأنا حاول يعني أبسط لك وأسهل لك عموما ما مضى مضى فاهتمي وذلك المرأة لو أنها مثلا جعلت غطاء الرأس بالنسبة لكشف الوج بهذه الطريقة لا حرج عليها أيضا لا حرج عليه بارك الله فيك ورضي عنك